بسم الله الرحمن الرحيم نحن رياض ومدارس الوطن العربي المدرسة الفاضلة درس اليوم عن الرفق للصف الاول الرفق بالحيوان ما معنى الرفق؟ الرفق معناه العطف او الحنية كيف لما نعطف على الطفل الصغير او البيبي كيف بندير بالنا عليه وبنطعمه وبننضفه بنحممه نفس الاشي مع الحيوانات الحيوانات بتحتاج الرعاية بتحتاج ان ندير بالنا عليها نطعميها نحممها نسقيها عندما تعتاش نفس الاشي لان ديننا الاسلام يا اول هو دين الرحمة هو دين العطف والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرحم ويعطف على الانسان والحيوان والطير لهيك احنا كمان يجب ان نتبع الرسول ونكون مثله لانه هو قدوتنا يجب علينا ان نرحم ونعطف على جميع من حولنا وان لا نكره احد من الناس وايضا علينا ان نعطف على الحيوانات والقطات ولا نؤذيها ابدا مهما كان اما اذا وجدنا احد يؤذيها ننصح ان يكون رحيما فيهم لا يؤذيهم ابدا لانها تحزن وتشعر مثل الانسان تماما اما اذا وجدناها جائعة نطعمها اذا وجدناها عطشانة نسقيها ايضا ونهتم بها حتى نأخذ الحسنات والاجر من الله سبحانه وتعالى لنرى الان قصتان قصة لرجل كان في الصحراء عطشان وكان يريد ان يشرب الماء فنرى وجده هو كلب ايضا عطشان فنرى ماذا فعل معه ايضا نرى قصة ثانية لامرأة كانت تحبس قطتها ولا تطعمها ولا تسقيها ولا حتى تركتها برا تأكل من الارض او تأكل من الخارج قصة الرجل والكلب كان هناك رجلا يمشي في الصحراء في يوم شديد الحرارة وكان من شدة العطش يبحث عن اي بئر ليشرب منه وبعد بحث وجد بئر به ماء فنزل البئر وشرب حتى ارتواه وخرج مبتسما حامدا لله على نعمة الماء فاذا به يجد كلبا مسكينا يلهث من شدة العطش فرق قلب الرجل لهذا الكلب المسكين ونزل للبئر وملأ حذاءه بالماء ليشرب الكلب ويروي ضماءه وتذكر الرجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش يعني يأكل من التراب فأخذ الرجل خفه يعني حذاءه فجعل يغرف به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة فرجع الرجل إلى بيته فرحا وسعيدا قصة المرأة والهرة كان هناك امرأة لديها هرة ولكنها لم تكن تحبها ودائما تضربها ودائما تقول لها لا أريد أن أسمع صوتك في يوم من الأيام أزعجتها كثيرا فأخذتها وحبستها ربطتها وحبستها أدخلتها في غرفة مظلمة فكانت القطة حزينة وتتألم ولم تكن تشرب ولا تأكل أبدا ودائما تقول لها المرأة أصرخي أصرخي أنا لن أقدم لك الطعام ولن أسقيكي وبعد عدة أيام لم تسمع المرأة صوت الهرة فقالت لم أسمع صوت الهرة سأذهب لأرواها ما بيها فذهبت ووجدتها قد ماتت فقالت وأخيرا قد ارتحت من إزعاجك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تدعها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ترجمة نانسي قنقر